بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة ومع موضوع جديد هام ومفيد يشغل بعض الناس وكثير من الناس ممن يريدون النجاح في الحياة والسؤال الذي يحير والذي احترى فيه كثير من الناس كيف ينجح الناس ما هي أسرار النجاح هل النجاح له قواعد بمعنى أنني إذا اتبعت هذه القواعد سوف أنجح هل النجاح له خطوات إذا اتبعت هذه الخطوات خطوة كخطوة سوف أصل إلى النجاح ده اللي هنعرفه مع موضوع النهاردة فهل تريد أن تعرف هل أنت إنسان ناجح أم فاشل هل تريد أن تعرف أسرار النجاح أهلا ومرحبا بكم إذا كنت أول مرة تشاهد قناة مصادر الحياة برجاء الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك اضغط على زر الجرس علم في المربع الذي يظهر أمامك ثم اضغط حفظ أو سيف يصلك جديد ما نقدمه على قناة مصادر الحياة فأهلا ومرحبا بكم وإلى موضوع اليوم بلا تطويل وبلا داعي للمط يقول خبراء التنمية البشرية أن النجاح يأتي مع التخطيط والإصرار والمصابرة وغيرها من الأشياء وهي فعلا بالتأكيد هامة ومفيدة للنجاح ولكن كي تعرف كيف ينجح الإنسان لابد أن تعرف ما هو النجاح فالنجاح هو باختصار تحقيق الهدف نعم إذن ما هو عكس النجاح عكس النجاح التي تصل إلى هذا تحقيق الهدف يعني النجاح هو تحقيق الهدف أم عكس النجاح فهو أن لا تصل إلى تحقيق الهدف فقد يقول قائل النجاح عكسه الفشل وهذا ظن كل الناس ولكن الفشل ليس عكس النجاح فالنجاح كما قلنا هو تحقيق الهدف فإذا لم أحقق الهدف فأنا إنسان فاشل ولكن لماذا لا أصل إلى الهدف أو إلى تحقيق الهدف لا أصل إلى تحقيق الهدف لأنني أصابني اليأس أصابني الإحباط توقفت عن المحاولة إذن فطالما أنك تحاول وأنت كنت محاولاتك لا توصلك إلى الهدف فأنت في طريقك إلى تحقيق الهدف وإلى تحقيق النجاح أما إذا توقفت فقد وصلت إلى الفشل إذن يمكن أن نعرف الفشل أنه التوقف عن المحاولة للوصول إلى النجاح وليس الفشل عكس النجاح فإديسون على سبيل المثال يعمل 261 ويجرب 261 تجربة لم تصل أو لم تصل به إلى أن يضيء المصباح القهرباء هل هذه المحاولات وهذه التجارب تسمى فشل؟ لا هذه كلها محاولات وصلته إلى الهدف وهو اختراع المصباح القهرباء يقول أحد العلماء أن الإنسان كالمغناطيس الإنسان كالمغناطيس جاذب بطبعه فإذا لم يجذب فإن ذلك يكون بسبب وجود حائل بينه وبينما يجذب يعني إيه الإنسان جاذب كالمغناطيس؟ الإنسان يجذب ما يفكر فيه وما يخطط له وما يدوم عليه وما يهدف إليه فالإنسان ولد كي ينجح وكيف لا؟ فإذا نظرت إلى الحق سبحانه وتعالى إلى الخالق فخالق الإنسان كلفه بأكبر غاية وتحقيق أكبر هدف ألا وهو عمارة الأرض؟ نعم الإنسان خلق ليعمر الأرض فكيف يكلف الله الإنسان بهذه التكاليف وهو يعلم أنه لا يقدر بالتأكيد أن الحق سبحانه وتعالى وخالق الإنسان يعلم تماما أن الإنسان قادر على تحقيق عمارة الأرض هذا الهدف يعلم أنه يستطيع أن يحققه الحق سبحانه وتعالى يعلم تماما أن الإنسان يستطيع تحقيق هذا الهدف وهو أمارة الأرض وإن إذن فالخالق يعلم تماما أن الإنسان قادر على تحقيق ذلك وإن لم يكلفه بذلك ولكن الحائل الذي يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذا الهدف قد يكون انحراف عن المنهج الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى له كي يحقق هذا الهدف أو أن الإنسان استخدم أدوات أعطاها الحق سبحانه وتعالى له مثل العلم فاستعمل هذه الأدوات في التخريب والضمار وليس التعمير والإعمار نعم الإنسان قد يحيد عن الهدف أو عن المنهج فلا يصل إلى الهدف الإنسان قد يستخدم أدوات النجاح مثل العلم الذي يعطيه الحق سبحانه وتعالى الإنسان ولكن الإنسان لا يستخدم العلم لأمارة الأرض والتعمير ولكن يستعملها للتخريب والتدمير من هنا يكون للنجاح ثلاث مستويات المستوى الأول أن تغير قناعاتك وتغير نظرتك إلى نفسك نعم مثال هل يعقل أن إنسان لا يصق في نفسه وأنه لا يستطيع أن يتسلق جبل ما وفي قرارة نفسه أنه لا يستطيع حتى أن يتسلق من الجبل عدة أمطار هل سوف يحاول الإنسان ده أن يتسلق الجبل بالتأكيد لا لأنه لا يصق في نفسه لا يعرف قدراته لا يغير قناعاته الداخلية فبالطبع لا يحاول أن يصل إلى أو يتسلق هذا الجبل فهذا مثل هذا الإنسان تنفع معاه أو ممكن أن نحفزه بالقصص الملهمة ونقول له فلان وفلان فعل كذا وكذا ووصل إلى النجاح فهذا التحفيز يغير من قناعاته في تلك المرحلة هذا الإنسان يساعده تلك الطريقة على النجاح الشيء الآخر من مستويات النجاح وهو أدوات النجاح نعم النجاح له أدوات فليس النجاح بالصدفة أو اعتباطا أو عشوائيا النجاح له أدوات قد يكون من أدوات النجاح التسلح بالعلم فالشعوب المتقدمة وإن لم تكن متسلحة بالعلم لما وصلت ولم تصل إلى ما وصلت إليه فالعلم أداه من أدوات النجاح والتقدم كذلك الإنسان الناجح في عمل ما تجد على سبيل المثال إنسان ناجح في عمل ما وإنسان فاشل ولا يحقق هدف في نفس العمل إذن الإسنان يعملان في نفس العمل إنسان ناجح وإنسان غير ناجح الأول الناجح يستطيع أو يستخدم أدوات النجاح منها المعرفة عن المزيد من هذا العمل المعرفة كيف يطور هذا العمل المعرفة بالعلم أما الآخر فلا يكلف نفسه شيء فيفشل في هذا العمل السبب أن الأول يأخذ بأدوات النجاح والثاني لا يأخذ بأدوات النجاح إذن النجاح له أدوات نعم النجاح له أدوات الشيء الثالث والأخير من أدوات النجاح النتيجة أو المحصلة كيف نفهم محصلة النجاح كثير من الناس يعملون كثيرا كثيرا ويبذلون الجهد كثيرا وكثيرا ولكن تكون المحصلة قليلة جدا يعني محصلة ما يجنون قليلة عكس ناس أو عكس الآخرين الذين يعملون قليلا ولكن يحصدون كثيرا إيه السبب؟ في ناس تبذل مجهود كثير عضلي ومجهود ذهني ومشقة ويستهلكون كثير من الوقت ولكن المحصلة تكون قليلة وناس آخرون يبذلون القليل من الجهد ولكن المحصلة كثيرة السبب أن الأول لا يعمل بزكاء وأن الثاني يعمل بزكاء نعم فإذا أردت مثلا أن تصنع كرسيا من الخشب إنسان أو الأول يصنع هذا الكرسي بأدوات بدائية تستهلك جهده تستهلك وقته أما الآخر يستخدم الأدوات الحديثة فيخرج كرسي جميل عنيق في وقت بسيط ويبيعه بسمن أكثر من الآخر فالأول لم يستخدم أدوات النجاح أما الثاني استخدم أدوات النجاح واستخدم العقل والزكاء إذن فالنجاح أن تعمل بزكاء وليس أن تعمل بجهد لذلك نجد أن الأشخاص الذين يعملون معتمدين على عقولهم وعلى زكائهم يحصلون على أضعاف أضعاف ما يحصلون عليه من يعملون بعضلاتهم نعم الذين يعملون بزكائهم وبعقولهم يحصلون ويحصدون أضعاف ما يحصدوا الذين لا يعملون ولا يهتمون إلا بعضلاتهم من أكبر عوامل النجاح وأدوات النجاح الزمان والمكان والعوامل المحيطة دي من عوامل النجاح فالزمان له تأثير والمكان له تأثير والعوامل المحيطة بالإنسان أيضا لها تأثير لذلك تجد أن الفاشلين أكبر شماعة يعلقون عليها فشلهم هي الظروف والأقدار ولكن الناجحين هم من يحاولون تغيير هذه الظروف يبحثون عن أدوات النجاح ولا يملون من ذلك ويستمرون يبحثون عن أدوات النجاح حتى يصلوا إلى تحقيق الهدف وهو النجاح إذن فالنجاح سهل ولكن ليس له قواعد محددة لنقول لك أفعل كذا وكذا 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 ثم في النهاية ستصل إلى النجاح نأخذ بالأسباب نعم نأخذ بأسباب النجاح ولكن دائما نضع في كلنا أن المحصلة ونتيجة النجاح أولا وأخيرا بيد الحق سبحانه وتعالى بيد الله فلا نمل ولكن نستمر في البحث عن أدوات النجاح والعمل والاستمرار حتى نصل إلى تحقيق ما نريد وفي النهاية أتمنى من أتمنى لجميع التوفيق والنجاح وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته